السلاح المنفلت في العراق يمثل أزمة مستمرة منذ عام 2003 وحتى الآن وما الأحداث الأمنية المتلاحقة التي شهدها البلاد خلال السنوات الماضية إلا دليل على ذلك الحكومات المتعاقبة تحدثت مرارا عن محاولاتها السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك فذاتها الحكومات استخدم السلاح الميليشيات في إسكات من ينتقدها قتلا وملاحقة وتغييبا كما أن هذا السلاح استخدم أيضا في نزاعات شركاء العملية السياسية من كتل وأحزاب وميليشيات كما حدث من صراع المسلح بين ألطر التنسيقي والتيار الصدري حتى أن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي استهندف بهذا السلاح وهو ما يؤكد أن الصراع السياسي هو من أوجد السلاح المنفلت حكومة السوداني المشكلة من أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي المقرب من إيران حاولت استخدام موقف دعائي لها حينما صرحت أن منهجها ركز على ملف السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة بحسب وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري الذي أعلن في أيار الماضي عن وضع ما سمها خطة استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة في تناقض واضح يفضح الدعاءات الحكومة في هذا الملف فهذا السلاح المنفلت هو نفسه الذي قتل ولاحق المتظاهرين والناشطين والمعارضين للحكومات المركز العراقي للدراسات استراتيجي أكد انتشار ظاهرة السلاح المنفلت في العراق أزمة معقدة مبينا أن الميليشيات المسلحة أصبحت دولة داخل الدولة لما تمتلكه من قدرات اقتصادية ومالية وسياسية فضلا عن امتلاكها لمصانع سلاح والصواريخ وطائرات مسيرة كما شار المركز إلى أن الحكومة الحالية وسابقاتها تفتقر إلى القرار السياسي بهذا الملف بسبب التسلط واستفحال سلاح الأحزاب والميليشيات انهاء ظهرة السلاح المنفلت يمثل ملفا تتغنى به كل حكومة جاءت إلى السلطة لكن الأمر لا يعد أن يكون مجرد أمنيات بعيدة عن أرض الواقع وخارج عن سيطرة حكومة شكلت بقوة السلاح ترجمة نانسي قنقر